يا مكتر المناقشات وأمتعها والله ومن أمتع المناقشات عندما يعني تتناقش مع كاتب صحفي مهم وكبير ورئيس تحرير الجريدة أيضا هامة وعضو في مجلس الشيوخ وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني أستاذ عماد الدين حسين منورنا أهلا بيك عامل إيه كل تمام الحمد لله إحنا مبارح شوفنا البيان اللي قاله أستاذ ديقر شوان منصقا عاما عن الحوار بخصوص التوصيات اللي بتتم عمل الصياغات النهائية بتاعتها وترفع لمجلس الأمناء ليعني الاعتماد النهائي ثم رفعها للرئيس ده هيتم بكرة إن شاء الله مش كده؟ إن شاء الله كم لجنة خلصت لحد دلوقتي؟ 13 من 19 كل اللي فضل 6 لجان أه يعني في 19 لجنة من 113 موضوع فيهم 13 لجنة خلصت قاعد 6 لجان ما خلصوش في بعض اللجان أنا أظن قضايا حسمت وقضايا قيد المناقشة لكن البيانة اللي طلع مبارح من الأستاذ ضيع ومجلس أمناء إنه هو 13 لجنة من 19 ده إنجاز كبير جدا لأنه كمان مفصل في بعض الحاجات آية إنه بعضها شبه محسوم يعني شبه محسوم يعني في قضية الوصاية على المال العام بتاع الأطفال القصة محسومة ما فيش مفيش نقاش فيها خلاص الناس توفقت على شكل معين كل الحاضرية أظن العنف الأسري إنه يبقى فيه قانون يجرم العنف الأسري ده برضو فيه اتفاق عليه وده أنا أظن ممكن يهب مع قانون الأسري قانون تدول المعلومات حرية تدول المعلومات أنا أظن فيه توافق قانون مكافحة التمييز فيه توافق تعمل المفوضية المفوضية دي كلها نمازج من الحاجات اللي حسمت ومفيش خلاف حواليها لإنه في قضية الدين العام رغم إن هي لم تطرح في القضايا اللي قال عليها ضيارة شوان لكن أنا من خلال متابعية اللجنة كان هناك إجماع على ضرورة الحد من الاستدانة وعمل سأف أو أنه يبقى للشديد الأوي ففيه توجه عام لكن إزاي تقدر تصيغه في تفاصيل في فدقات محددة ترفع لسيد الرئيس فيه قضايا ما زالت قيد المناقشة لأن هي بطبيعتها جدلية طبعا قضايا زي قوانين الانتخاب على سبيل المساء الانتخابات المحلية أظن فيه توافق 75-25 فدي برضو فيه توافق بالنسبة لها يلقى البرلمان البرلمان لسه البرلمان فيه الثلاث أراء الطبيعيين اللي هو فيه كل مرة وده اتجاه واضح في النغبة السياسية المصرية طوال الوقت أو في الأحزاب والقوى السياسية الناس عايزها بالانتخابات اللي عدت أنه فيه خمسين في المئة مثلا مخلقة خمسين في المئة فردي القوى الحزبية معظمها عايزة نسبي يقول لك ولا أنا عايزها نسبي القوى الأخرى تقول لك طب لا أنا عندي مانع دستوري بيقول أنه التمييز الإيجابي إلى الفئات اللي هي الدستور ميزها إيجابيا المرأة والأخباط والفلاحين والعمال والشباب والقوى الأخرى دي لو أنا عملتها بالفرد هتبقى مشكلة طبعا وفي النسبي البعض بيقول ممكن عملها بيزر ما هو هنا الخلاف الفقهي أنه المغلقة قد تضمن لك أنك أنت القيمة اللي هتنجح خلاص أنت جايب فيها حاطت في القيمة نفسها الـ 25% مصبو في النسبي بيقول هناك طريقة ما أنا أنا مش خابر فيها أقدر أحطها حد تاني يقول لك آه ممكن تحطها بس الناخب المصري ما بيحبش التحقيدات في العملية الانتخابية ممكن يدخل اللجنة لو فيه لغارة مات في العملية الانتخابية قد أطلق أصوات بطلة تبقى أصوات بطلة كثير جدا وبالتالي أنت بتوائم بين المطالب السياسية المختلفة وطبيعة الناخب المصري وطبيعة الظرف السياسي هل ممكن تعمل مثلا نسبة قوائم مغلقة بحجم القوائم الفئة الميزة فقط بمعنى أننا محتاج 25% من الأعضاء مجلس النواب اللي هم ميزهم الدستور طب خلاص أنا هقول والله ممكن أحد الاختراحات اللي سمعتها أثناء المنقشة دي هعمل قايمة مغلقة فقط بـ 25% ماشي وبالتالي بقى ضمنت أن القايمة اللي هتنجح دي فيها 25% من الانفاءات المميزة لكن دي أنا أظن ظني مش معلوماتي أنه هيبقى فيها اختراحات التلاتة مثلا والأمر سيكون متروك لي السيد الرئيس هل هل اللي جان في التوصيات التي سترفع ونقاشات مجلس الأمناء غدا هتقدر توصل لحل خلاق يرضي جميع إرضاء جميع الأطراف صعب للغاية في حاجات كتير لأنه أنت هنا بتكلم على تمايزات وتباينات ورؤى سياسية مختلفة الناس اللي هي بتتكلم على تقوية الحياة السياسية يقول لك والله الانتخابات النسبية هي الأفضل لأنها بتدي قوة للأحزاب على حساب المرشح الفرد المرشح الفرد لأنه كما تعلم التربة السياسية في مصر هشة جدا البطل فيها من زمان جدا هو القبيلة والعيلة والاسم والشخص من أيام الباشا مرورا بابن العيلة الأفكار الحزبية نتيجة ظروف كتيرة يا طول شرحها أنت أعلم من بيها الناس ما بتروحش البرنامج إلا قليلا يعني نصبروها الاسم والدليل أنه يعني أنا سمحت رقم من ضيارة شوان خلال النقاشات في مجلس الأمانية أنه في دولة فيها 104 أو 105 مليون شخص عدد المنضمين للأحزاب أقل من مليون تقريبا دي مشكلة كبيرة خدت بالك أن أنت وكمان حتى النقطة التانية هل اللي بيروح ينضم للأحزاب هو بينضم ليها إيمانا ببرنامجها ولا سعيا وراء مصلحة فيه ناس شايفة أن انضمام الحزب قد يسهل لها أنه يقود غنيمة يتعين يتوظف ياخد أي شيء إحنا هنا بتكلم على الحياة السياسية الحقية الوعي السياسي الناضج الذي يجعل المواطن يدخل الحزب لأنه مقتنح بأفكار ويدفع اشتراك للحزب مش ياخد فلوس يعني الكادر الحزبي مفروض بيدفع ما بيخدش ياخد مكاسب إذا الحزب وصل للسلطة هو ممكن يعني أحد مرشحي الحزب أحد مرشحي الحزب في المحليات في السكومة في البرلمان في الشركات في حاجات زي كده ده المنطق لكن في ناس كتير القاعدة الأساسية للأحزاب هي مواطنين مقتنعين بفكرة حزبه بيرحي صوت له وبيحضر ندواته وأفكاره وحاجات زي كده ده ضعيف في مصر لا أقول منعدم لكن على الأقل ضعيف من مصلحتنا على المدى البعيد أن نحن نطور ده ونشجع ده لأنه الحياة العزبية السياسية الحقية هي أفضل حائط صد ضد الأفكار الظلامية والمتطرفة واستغلال رأس المال واستغلال التائرات الدينية للحياة السياسية اللي بيدخل لك بالأفكار الدينية وتجارة الدين وحاجات زي كده فده جزء صغير هنا فيما يتعلق بالجدل حول أي الأنظمة السياسية أفضل مش بس أفضل ومناسبة في وقت المعين لأن أنت فيه وقت ممكن تكون الحياة السياسية تمام والأوضاع أكثر استقرار ومفيش مشاكل الضدفة تقول والله أنا عندي النظام النسبي لكن في لحظة تانية أنا بقول لك مش رأي الشخص أنا بقول لك كيف يمكن التفكير في ده طيب بعض تاني يقول لك لا في أوقات الأزابات لو فيه أزمة اقتصادية تيمنى لو سبتها للفرد فقط اللي ينجح أصحاب رأس المال بس الراجل الأكثر قدرة على على الانفاق والمال السياسي لدعاية الانتخابية هينجح صاحب الرأي الحقيقي والمواطن المرشح للحقيقة الجيد الخبير بتاعه قد لا يعرفه الناس وقد لا يذهبون للتشويتين فبالتالي انت بتبع بين مجموعة من المحددات الكثيرة مش بس أن هي ده أحسن وده أوحش لأنه حيانا ده أحسن في الوقت ده وده أوحش نفسه ويبقى ممكن أسوأ في وقت آخر